موسيقى في قسمنا يوجد 70 حالة 70 حالة موزعة على تقريباً 20 حاضن مما معناه أنه حوالي في الحاضن يكون لدينا 4 أطفال أو 3 أطفال وهذا طبعاً بيأثر على المستوى الصحي تباحهم قد ما بنقدر نشتغل معهم قد ما بنقدر نحسن من وضعهم الصحي لكن السبسز منتشرة بشكل كبير والعجوة منتشرة بشكل كبير بناتهم لأن الحالات كلها جنب بعض يعني المفروض كل حاضن يكون لدينا حالة واحدة موسيقى 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 أغلب الحالات اللي بتنولد عنا تيجي من الخيام يعني بيجوا يتلقوا عنا العلاج من الخيام بيرجعوا تاني للخيام لما يرجعوا إلنا بيرجعوا بأسوأ وضع هاي مشكلة بالنسبة لإلنا يعني إحنا قد ما بنشتغل معهم قد ما بنقدم إلهم على القاضي ما في أي تحسن صحي نظراً للظروف اللي هم عايشين فيها في الخيام والوضع الصحي في الخيام كتير سيء في المناوبة بموت 2-3 يعني إحنا بالوضع الطبيعي قسم الحضانة بالشهر يدوب كان بس عدد الوفيات واحد أو 8 لكن حالياً إحنا كل يوم بنفقد أطفال كل يوم بنفقد أرواح أطفال زندهم الوحيد أن هم عايشين في غزة هذا الطفل مفروض يكون في حضانات زي حضانات حضانات غرف كده حضانة آمنة جداً تدفئة أدوية مخصصة لطفل عمره أيام ومفروض طباء يعلجوا لكن من كثبت الأطفال فسابوني مع ابني وقاعدوني في المكان اللي انت شايفني فيه عشان أنا أرعى ابني بدل الحضانة ما فيش مجال أن نخطوه في حضانة لأن الحضانات الموجودة عددها قليل جداً والأطفال عددها جداً كبير اشتركوا في القناة